قال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج إن بلاده قرر تمنح 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا إلى مصر وأضف في تغريدة له على موقع تويتر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعميق الصداقة التقليدية بين مصر والصين وتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الجائحة مشيرا إلى أنها تعتبر ترجمة حيى لمفهوم مجتمع المصير المشترك الصحي للبشرية على أرض الواقع